موسيقى 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 سلام عليكم لم يجمع الناس على شيء في هذه الدنيا كما أجمعوا على أنه لو كان باستطاعتهم أن يبقوا على شيء واحد في هذه الحياة طوال عمرهم لا يفرقكم أبدا أن يكون هو الأم من منا لا يتمنى كل يوم أن يكون الحدث الوحيد المتكرر في حياته والذي لا يتمنى أن يغيره الله مهما طال به العمر أن يكون النظر في وجه أمه في كل صبر وهي بأتم صحة وعافية ويسمع دعاءها له وهو يغادر المنزل عندما ينظر كل منا إلى أمه فهو ينظر إلى أجمل وأحن ما خلق الله بهذا الكامل ينظر إلى مصباحه الذي يضيء له ليليه المظلمة وشعاع الأمل حين ينكسر والدعوة الصادقة التي يكرمه الله ويوفقه من أجله من أجمل مقرأة من مواقف السلف الصالح لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى قيل ما يبكيك؟ قال كان لي بابان مفتحان إلى الجنة وأغلق أحدهم في يوم عيد الأم شكوروا الله واحمدوه على أعظم النعم في هذا الكون ولا تقصروا أبداً في حق أمهاتكم واسعوا دائماً إلى طاعتهن ونيل رضاهن الجنة تحت أقلنهن ولمن فرقته أمه لتذهب عند رب كليم فإحسانك إليها وبرك لها ممتد في هذا اليوم وفي كل يوم بصدقة عنها والدعاء لها في كل وقت وكل حين بالرحمة والمغفرة وبعلو المنزلة رب هب لأمي ولكل أمي الخير الذي يرضيها وبارك في صحتها وعافيتها واحفظها بعينك التي لا تنام وارحم كل أمي ذهب في ربي كل عيد أمي وكل أمهات الدنيا بصح وخير وسعادة وسلام طول الوقت والله يحفظكم ويحفظ أمهاتكم ويحفظ ذلك اشتركوا في القناة